مرحبا كيف كنت اشتقتلكم كتير كتير ان شاء الله تكونوا بقالف صحة وبقالف خير انتو عم بتشوفوني اليوم احبائي رح نعمل الطماطم او البندورة بالخلات بطريقة كتير سريعة ان شاء الله يارب بتنال اعجبكن بس اول شي رح نشيل العرق الاخضر الموجود ورح نغسلهم كتير كتير منيح احبائي اذا كنتم من المتابعين الجدد وبعدكم ما اشتركتوا بالقناة وحبين تشتركوا ليصلكم مني كل شي جديد نزلوا هلأ لتحت الاسفل الفيديو يقبسوا اشتراك او سبسكرايب وفعلوا الجرس بهيدي الطريقة بتكونوا نضميتوا لعائلتنا الكبيرة ويا اهلا وسهلا فيكم هلأ احبائي رح شيل البندورات كلياتهم واخصلوني كتير منيح هون بعد ما غسلتهم متل ما شايفين رح شيل اه هيدول الزايد هون هلأ هتقولولي ليش ما قشرتيهم انا ما بقشرهم لانه القشر البندورة كتير مهم ومليان فيتامينات في ناس بيقشروا القشر الخارجي انا ما بقشروا ابدا رح نشيل بس هيدا العرق الموجود بالداخل هيدا الشكل وراح قطع حبة البندورة بطريقة عشوائية وراح نزلها بالخلاط لحتى اهرسها كتير مليحة هيدا البندورة متل ما شايفين كتير مستوية يعني ما ضروري انه وقت نعمل هيدا الانواع من المونين جيبها للمندورة تكون اه طازة كتير عندكم بندورة بالبراد بيتي الى فترة طويلة تقدروا تعملوها بهيدا الطريقة اه دايما وقت المندورة تبيت عنا منقدر نعملها للموني مقدر نعملها معجون طماطم او منقدر نعملها بهيدا الطريقة اللي اليوم رح فرجيكن عليها كمان رح شيل هايدي شفتوا ازا ملاحظين كتير عم بنزلوا ماي لانهم اه يعني ما انهم طازة وقرهم فترة عندي بالبراد كمان هايدي رح شيلها رح نشيل كل هيك القطع اللي ما الى لازنة او القطع هيك السوداء هون احباقي بعض مقطعتن عندي هون زيت تقريبا عندي هون نصف كوب من الزيت عندي كوب كبير رح نزل نصف كوب من الزيت الزيت ضروري ننزلو كرمال يساعدنا بيخفق كل البندورة الموجودة وهرصن بطريقة سريعة رح حط عليهم الملح رح زود شوي صغير الملح لانه بدي اعملهم طبعا للموني هايدي البندورة بالاضافة للملح انا رح نزل الحار عندي هون حار بودرة بس هايدي حر كتير قوي حر الطير بيقولولو بس بيجي كتير حر قوي بدي نزل الملعتين هايدي الملعة الاولى والملعة التانية وقت الطبخ رح نحطهم هلأ وراح نبشر بيخفقهم كتير منيح انا بحاجة لحتى نعمهم قد ما فيي بخفق فيهم لحتى يتناعم كتير كتير منيح احباقي شفتوا القشر هايدي القشر اللي مبين كل يت وراح ينعم وما رح يبين ابدا 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 هون خفقتهم كتير منيح انا عم بخفقهم انا عم بخفقهم دور الخلاط وبطفي كزا مرة فبهايدي الطريقة التماطم او البندورة الموجودين فوق بينزلوا لتحت هون احباقي بعد ما خفقتهم شفتوا السمرلة طلعوا غير شكل حتى لو ننفتح لنفتح شي طبيعي رح ننزلهم هلأ باي مقلة باي طنزرة موجودة عندكم بالبات مباشرة رح حطهم على النار وراح باشر بغليهم طبعا فيكن تعملوا كمية كتير كتير كبيرة بس انا هايدي الكمية آآ بالنسبة لعائلتي كتير كبيرة يعني بتكفين شهور هون باشرت اول شي على نار قوية بس يبلشوا بالغليين بخفف النار تحته كل هايدي الماي الموجودة كلا ياتا احباقي رح تتبخر وما رح يضل الا البندورة وشوي صغيرة من الزيت واكيد هايدي اللون رح يغمق ما رح يضل به هايدي اللون الفاتح ابدا هايدي لانه فيه بقلبه آآ مية البندورة الزيدي فكل هايدي رح تتبخر نحرقهم بعد شوي لحتى طبعا يبشروا بالغليين هون يسخنوا عندي هون يبلشوا يغلوا احباقي متل ما شايفين منحط عليهم غطى لأ هما منغطيهم ابدا لانه كل الماي بدنا اياها تتبخر هون بلشت الماي تتبخر وبلش عندي اللون يغمق وازا ملاحظين نقص عندي آآ نقصة عندي الماي بعد هلأ رح تتبخر اكتر بكتير تقريبا آآ هايدي الكمية كيلو عندي كيلو من البندورة شفتو كتير آآ راحة الماي بعد شوي صغيرة وبعد كمان بيتبخر وهون تقريبا متل ما شفتو عملت كيلو من البندورة رح يعمل لي تقريبا فرتمان آآ متوسط الحجم شفتو اسم الله كيف صارو هايدي آآ هيدا المعجون اللي انا عملته هيدا بيتاكل مع الفلافل بنحط على جنب بديل الحر رح نزل الملعة التانية من آآ الحر البودرة بيتاكل مع الفلافل بيتاكل مع المجدرة الحمراء بيتاكل آآ مع اي هيك شي خضروات آآ يعني لازيز جدا كتير طيب وكمان بنقدر نحفظه من دون براد من دون براد لمدة سنة رح ننزل هلأ كل الكمية اللي انا عملتها بالمرطان يعني تقريبا منو مليان رح يكون شوي بعد ونعقص رح حطن كل اياتن هلأ الحلو بهايد الوصفة احب باقي انه بتععد متل ما قلت لكن سنة من دون براد رح نحط الباقيين كل اياتن او ازا بتحبو آآ بفيكن تحطوهن بالبراد تحطو البرتمان بالبراد بس انا بحطفص فيه براد البراد لانه حتى بقلب وزات زيادة رح جيب هلأ ورق مطبخ او ورق ورح مسح آآ الزوايج اللي ضهرت براد البرتمان رح حطن كل اياتن انا حطيتن هلأ مفروض يعني حط بعد زيت ما بدي ولاحظوا انه مفي زيت من فوق هيدا بيسبب عطوني وعفوني لذلك رح نزيد زيت الزيت بيحمي الطبقة الفوقانية متله متل المكدوس البتنجاني بيقعد من سنة لسنة براد البراد بفضل الزيت لانه بيكون كله مغطس بالزيت انا كل الزوايج اللي موجودة على الاطراف كلها اياتها بدي نازلها المهم يكون مليان زيت من فوق نحنا وقت بدنا ناخد من هيدا من هيدا المعجون اللي انا عملته من شيل بهايدا الشكل والزيت اصلا بيضال بقلب بقلب البرتمان ومن قدمه مع الفلافل من قدمه متل ما قلت لكم مع كتير اكلات بي البقلة شي حامض مع الحر مع نكهة البندورة هايدي هي كل طبعا الوصف اليوم وصفة كتير حلوة وصفة من آآ البقاع ازا بتحبو آآ وصفة على الاصول وصفة جبالية ان شاء الله راب تكون حبيتوها ونالت اعجابكم ما تنسيني من اللايك الكتير كبير للفيديو والاشتراك الى اللقاء